لأكثر من عامين يخوض اليمنيون معركتهم المصيرية منذ اللحظة التي اندفعوا فيها لحمل السلاح كانت اللافتة التي ينضون تحت لوائها استعادة الدولة ولا تزال هي العنوان الجامع لكل القوى السياسية والمدنية تعددت جبهات المعركة وتنوعت أولوياتها وغايتها إسقاط الانقلاب إلا أن من بين تلك الأولويات الكثيرة تحضر المعركة الإعلامية لقوى الثورة والمقاومة التي تشكل أحد أبرز خطوط مقاومة الانقلاب كأمر فاعل ومؤثر في سير المعركة حضر الإعلام في اليمن كسلطة عليا في جوهرها حرية التعبير التي دفع الإعلاميون من أجلها ثمنا باهظا وهم يكافحون من أجل الدولة التي تعرضت للاختطاف في الانقلاب وترجمت بسقوط الدولة الأمر الذي فتح باب الجحيم على كل شيء صحفيون وكتاب لفظوا أنفاسهم في سبيل حقهم المشروع في نقل المعلومة وحرية الرأي من بينهم من توقفت أنفاسه بفعل القناصة ومنهم من قضى بفعل السم وآخرون يلفظون أنفاسهم تحت صيات السجانين في أقبية ميليشيا الحوث وصالح دافع اليمنيون عن حريتهم وكرامتهم ضد الانقلاب في حرب مشروعة وانتقدوا أيضا الإخفاقات التي صاحبت في إدارة ملف الحرب والأعمال الإنسانية والإغاثية وما يتعلق بالوظيفة العامة من تعينات دخلت فيها الترضيات والمحابة وتهم بالفساد من قبل الشرعية خلال عامين إلا أن الآرات عددت وتباينت حول هذه الانتقادات فما بين من يراها ظاهرة صحية لمكافحة الفساد خصوصا داخل الشرعية التي يؤثر قرارها على المشروع الوطني وبين من يرى أن توجيه النقد إلى صدر الشرعية في هذا التوقيت دون غيره ليس في أوانه طالما والدولة لا تزال مختطفة فمن هو المعني الأول بالمعركة؟ تظل الإجابة مرهونة بترتيب الأولويات الإعلامية التي تغرق أحيانا في التراشقات بين القوى السياسية والاجتماعية داخل معسكر الشرعية ذاته وتنأى بالمتابع والمتتبع عن القاتل الأول المتمثل في الانقلاب وحده وما دون ذلك تظل تفاصيله اشتركوا في القناة